أهلا بكم موكيراس المعروفة ببوابة الوحدة فتحت الاشتباكات فيها على مصرعها يقال إن سقطت موكيراس سقطت البيضاء ولهذا تدور اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة الواقعة شمال غرب محافظة أبيان تعد موكيراس منطقة شبه عسكرية لوجود أكثر من ثلاثة معسكرات كبيرة فيها تتركز المواجهات أعلى جبل ثرى المشرف على معظم مدن محافظة أبيان ويمكن من خلاله استهداف الطريق الدولي الرابطي بين عدن وحضر موت تمركز الجيش اليمني واللجان الشعبية في التلال الجبلية الوعرة أعلى الجبل يشكل عائقا حال دون تقدم قوات هذه يسعى كل طرف للسيطرة على البيضاء لما تمتلكه من بوابات كثيرة يمكن من خلالها الاطلال على منابع الطاقة في الشمال والجنوب وتحيط بها ثماني محافظات هي صنعاء وذمار ومأرب وإب من الشمال ولحج وأبيان وشبه والضالع من الجنوب سياسيا تكمن أهمية السيطرة على البيضاء في أنها آخر نقطة فاصلة بين الجنوب والشمال أما جغرافيا فإن أهميتها تكمن في كونها تفتح ثلاثة أبواب للعبور منها نحو مدن الجنوب في محافظات ذمار وإب وصنعاء وإلى عدن المعروفة بعين اليمن تجد القاعدة موطئا لها في المدينة أكثر من 1500 عنصر من القاعدة يتمركزون في مواقع هامة فيها مصادر ميدانية أكدت أن عناصر التنظيم رفعوا راية القاعدة في ميناء عدن ويقومون بجولات عسكرية في عدد من شوارع المدينة هذه التطورات يرافقها استمرار اشتعال المواجهات عند الحدود اليمنية السعودية